بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كلما اقترب الإيمان من طاعة ربه زاد الإيمان في قلبه والإيمان إذا دخل القلب انفسح القلب وانشرح أما إذا أقبل الإنسان على معصية الله جل في علاه فإن الإيمان ينقص في قلبه فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا ما تعلمناه في أزهرنا الشريف وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة لكن يا ترى ما أسباب زيادة الإيمان كيف يزيد الإيمان في قلب المؤمن بأشياء كثيرة أولها صحبة الصالحين لأن الصاحب ساحب قل لي من تصاحب أقل لك من أنت اختر قرينك وسط فيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب واحذر مقارنة الأحمق فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب صحبة الصالحين والإكثار من ذكر الله جل وعلا قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخر عليها صما وعميانا ومن أسباب زيادة الإيمان في القلب أيضا حضور مجالس العلم ورد في الحديث أن سيدنا أبا بكر الصديق لقي سيدنا حنظلة ابن الربيع ذات يوم فقال له سيدنا أبا بكر ما بك يا حنظلة فقال حنظلة نافق حنظلة يا أبا بكر قال ولما تقول هذا قال نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا ومعنى عافسنا أي عالجنا وداعبنا وانشغلنا فقال له الصديق وإني لأشكو من الذي تشكو منه فانطلق معا إلى سيدنا رسول الله فدخل على الحبيب الشفيع فقال ما بكما فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله قال ولما فحكى له ما أخبر به الصديق فقال صلى الله عليه وسلم والله لو ظللتم على الحال الذي أنتم فيه معي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة الإيمان يزيد بالإقبال على الله وينقص بمعصية الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وفي رواية مجالس العلم قالوا وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لذا أمرنا جل وعلا أن نكثر من مجالسة العلماء والصالحين وأن نزاحم الذاكرين في مجالسهم أيضا من أسباب زيادة الإيمان في القلب حب الله وحب سيدنا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وذكر من أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون العبد محبا لله ومحبا لسيدنا رسول الله لأن الحب ينير القلب لأن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أيضا من أسباب زيادة الإيمان في القلب الدعاء كان من دعاء سيدنا بن مسعود اللهم زدنا إيمانا ويقينا وكان من دعاء سيدنا رسول الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا وتصديقا ويقينا اللهم أمين وصلى الله على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشكركم على حسن المتابعة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته